بسم الله الرحمن الرحيم ازيكم حبيبي عاملين ايه يا ربكم بخير. انا النهاردة جام لكم درس خروج. الدرس ده زي ما انتم شافين دل وقت. في استكنف الكمام. وفي فيون كهيف على الاستكله قدام. والكمة بتاعنا مرفوع. وفي قصة على السدر. اللي هي يعني فوق الحزام على طول كده في قصة كمان. و هنعلمكم كل حاجة النهاردة بذن الله بالتفصيل. ازي نقص الكمام زي ما انتم شافينها كده. وازي نقص اللي عليه. وهنعلمكم برضو ازاي تعملوا لكم المرفوع كده. ده مش مرفوع قوي يعني حاجة بسيطة. وهنعلمكم برضو ازاي نعمل القصة اللي هي بتاع السدر دي. زي ما انتم شافينها دلوقتي. وبرضو هي لها نص اليقة هي. هنعلمكم برضو ازاي دنعمل النص اليقة بتاعتنا. كل حاجة هنعلم لكم النهاردة بالتفصيل. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش الاشتراك في القناة ولو اعجب بالفيديو وتفصيل زر الجرس. ليصلكم كل جديد ان شاء الله. وهنوركوا برضو المقاسات دلوقتي اللي احنا نشتغل عليها. هنعرفكم الطول. ونعرفكم محوط السدر. ونعرفكم الكتف. ونعرفكم طولكم. ونعرفكم سقوط السدر كام. وهنعرف كم برضو السقوط القصة بتاعتنا دي بتبقى كام? كل حاجة النهاردة انا اعرف لكم بالتفصيل. يلا هوروكم المقاسات. دي بازن الله المقاسات بتاعتنا هيا. اللي هو الطول الدرس اللي احنا هنعمله بتاع الزمونة بتاعتنا. هيبقى مية سبعة وتلاتين. والصدر بتاعنا هيبقى تلاتة وعشرين. والكتف بتاعنا عشرة. والكمة سبعة وخمسين. والسقوط السدر تسعة وتلاتين. والقصة بتاعتنا تلاتة وتلاتين اللي هي ايه? القصة بتاعتنا سقوطها تلاتة وتلاتين. يلا نبدأ القصة ونوريكم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هنعرف لكم دلوقتي. هنعرفكم الخمات. وهنعرفكم نعو القماشة ايه? وهنعرفكم احتاجات كم متر. كل حاجة النهاردة هنعرف لكم بالتفصيل. وده فيديو سهل وبسيط جدا. وده برضو انتو اللي قلتوه لعمل درسة خروج وكده فانا عملتها لكم ايه? هنقسها الاول كده نشوفها كم متر. مع بعضنا اهو. زي كده المزارة بتاعتنا هاي متر ونص. وكمان كمان مرة اهو. وده كمان متر ونص اهي. يبقى كده احنا معنا القماش تلاتة متر. دي نفس الامطار بتاع العباء اللي احنا عملناها مبارح. العباء اللي احنا عملناها برضو. الصمرة دي اه اخدت تلاتة متر. دي اهو. هنحط الوش على الوش الاول جوه. كده يبقى وشهم جوه. وهنقس هنطبقهم كده تطبق التاني على بعد البرسل على البرسل. وبعده كده هنجيب اللي ورعة ده على قدام تاني اهو. وهنسيب تلاتة سنتي كده ولا حاجة اللي هم البرسل ده عشان هنقصه. الخامة بتاعتنا دي اسمها روزالين. يعني بنجيب تلاتة متر روزالين. هنشوف السقوط بتاعنا عديه تسعة وتلاتين الاول. تعال نشوف المؤسسات تاني مع بعضينا. همية سبعة وتلاتين ده طول الدرس بتاعنا. وتلاتة وعشرين ده محوط السدر. ده الربع. والعشرة اذكت. والكم سبعة وخمسين. وده سقوط السدر اهو. تسعة وتلاتين. ده المؤسسات بيزن لله احنا هنشتغل عليها. ده احنا بنعمل دلوقتي ده سبعة سنط بس. وده عشرة سنط وصنط الخطة يبقى احداشر. والسقوط بتاعنا هو تلاتة وعشرين بس السقوط بتاعنا نعمله سبعتاشر سنط. السقوط بتاعنا تلاتة وعشرين يبقى سبعتاشر سنط لو جبل خمسة وعشرين اللي هو محوط السدر يبقى تمنتاشر. فوق خمسة وعشرين يعني ستة وعشرين مسلا ممكن يبقى تمنتاشر برضو. لو سبعة عشرين وتمانية وعشرين اللي هو محوط السدر. يبقى سقوط الكوم بتاعنا تسعتاشر وعشرين. زي ما انت شايفين كده ها. اول حاجة عملنا له السبعة سنط بتاع الرقبة. وخدناهم اللي اخدنا منهم سنط واحد بس. وبعد كده عشرة سنط بتاع الكتف وزودنا سنط يبقى احداشر. اهو في سنط هو بتاع السوست عشان الناس ما تقولش انت قصت بتاع السوست. سنط بتاع السوست اهو. انا قصت البرسل بس. عشان البرسل بتاع اللي هو مش هداي كبير. هنشيل كده الظهر بتاعنا اللي تحت ده. احنا قصنا منه سنط واحد ده اهو. وبعد كده بنشيله ونقص بقى ايه? الدوران الرقبة بتاعنا عادي. ما زي ما انتوا شايفين كده? لازمنا نعلم كده السدر والضهر بتاعنا عشان واحنا شغالين هو اصلا موجزبان اول في سدر وضهر. بس احنا لازمنا نعلم كده عشان نبقى احنا مشين صح. ما نجيبش العوش القماشة في ظهر القماشة ونعق الدنيا وبعضيه. دي الساسونة كده بتبقى في نص السدر بالزبط. دي البنس. الكمة بتاعنا سبعة وخمسين. ركزه في الحتة دي بقى. هنقص الكمة معناه. هنساوي القماشة بتاعتنا الاول. هنخلي سبعة وستين. يعني احنا زودنا كام عشرة سنتي. الكمة بتاعنا مش مرفوع قوي. فاحنا مش نقوض الحردة بتاعتنا زي ما احنا بنخوض اللي احنا بنبقى مزوادين سبعة سنتي الواحد يوم لأ. احنا زودنا عشرة سنتي عشان من قدام بيبقى هيرفع الكمة شوية. وبعدين يبقى معنا مسلا تلات اربعة سنتي اللي هو رفعت الكمة من فوق. احنا نكون عاملين كمة مرفوع القصة اللي هي بتاع الجيرو دي من قصها بتبقى دخلها جوة قوي. انما دي احنا عاملناها عادية دي مش عادية وده مش قوي يعني. متوسطة كده. بس احنا زودناها كام عشرة سنتي. از ما تزود عشرة سنتي عشان لو ما تعملش عشرة سنتي مش هتنفع. ولا الكمة هيبقى مرفوع من عند الكتف. ولا هيبقى مزبط من قدام. هتلاقي قصير. وده الاستك بتاعنا ها. هجب لكم الاستك تانا وهيسهلكم. فاستك انا ها. ده الكبير اهو. دي الزغيرة واللي قصدي. عشرين سنتي. والكبير خمسة وعشرين سنتي. دول هيركب فوق بعد عشرين سنتي. اللي هو الصغير والاستك الكبير هيركب بعد عشرين كمان. يعني هيبقى فيه عربعين سنتي. استكين. استك بعد عشرين والاستك بعد عشرين. هيبقى فوق بعض. يعني نقص ربعين سنتي كده ونعمل الاستكين. عشرين وعشرين. وبكده بقى احنا نطبق البقية اللي هو مش هبتاعتنا هيا. عشان نعمل الجزء اللي تحت. بننزل كده اتنين سنتي هون. اتنين سنتي بس بننزلهم كده يعني بندها حردة حردة كده بسيطة. وضعه زي ما انت شايفين كده. هنشوف الطول اللي احنا عاوزونه معنا قد ايه? احنا دلوقت الطول معنا مية سبعة وتلاتين. يعني هنقول مية واربعين مسلا. بالخياطات بتاعتنا. فاحنا شلنا منهم اللي هو الاربعين سنتي اللي هم بتاعي السدر والضهر دول الجزء اللي فوق. يبقى بقى معنا مية. نروح معلمين كده على المية اهو. نعلمتها كده مستقيمة. بس هنجمل عند الهنش كده واحنا منقص احنا معلمينها مستقيمة. هنجمل من عند الهنش واحنا منقص كده. نعمل تجوفها البرة كده شوية. هاي زي كده. اللي هي بس بعد عشرين سنطي بس. زي ما انتم شايفينها يا باضحة قدامكم عها. وبعد كده ندخل تاني على العلامات بتاعتنا. برضه هنعلم الوش والدهر عشان يبقى كلنا ماشيين سلام. دي لو واحدة ادخلنا بقى مليئنا نعمل لها البنزة دي. نعمل عشان بنت ضعيفة فايه مش هنعمل بنز. كده احنا عملنا الجزء اللي فوق. وعملنا الكمام. وعملنا الجزء اللي تحت. بقى معنا بقى ايه القصة بتاعتنا اللي هي بتاع السدر. هقول لكم نعمل ايه? هنجيب السدر بتاعنا هون. هنقصه تبكي الاصل. هنزبطهم بالزبط ونقص اكن في سدرين. اكن يعني السدرين زي بعض بالزبط اكن احنا بنعمل فستانين نفس المقاهز. هنقصهم على بعد كده اكونوا بطرنوا وبنقصه. هنشوفه. هون شايفين اهو بالزبط اهو. ده بتاعنا هود الجسم الاساسي عشان في بنز من تحت اهي. وده الجسم التاني اللي احنا نعمل منه القصة. هاي بتبقى سارعان احنا قلنا كام? مقاسها اتنين وتلاتين. هتبقى كده. اهي ان كان هو المقاس يعني. جميلة جدا وسهلة جدا وبسيطة ما فيش اي حاجة. اهي مقاسها اهو. اده تلاتين اتنين وتلاتين بالزبط اهي. هنعمل علامة. ده كده هيبقى العلامة دي الصف بتاعنا. هنعلم علامة كده على العلامة اه قصاد العلامة دي كده بالطول بالعرضة كده وبعد كده هنقص تحتها بالتنين سنطة او تلاتة سنطة عشان يتنهم لجوه. عشان هركب في في التاني دي مش هنفع تتخيط عشان ما يبينش فيها ايه? خياطة عصانة هتبقى على السدر وقتها تبقى واضحة. احنا هنجي نعملها هنركب لها شرية عنكبوت. القصة بتاعتنا دي هركب لها شرية عنكبوت وبعد كده نكواها بالمكوة تباد من برا العصانة هتبقى في السدر قدام ما يبقى ما يبقىش بين خياطة وكده. احنا علمنا اهو هنزل تحت العلامات بالتلاتة سنطة اهو. اذا ما انت شايفين كده اهو. ده كده القصة بتاعتنا بالزبط اهي هنقدر بين ازباداتنا واحنا بنقفل عادي ونعمل كل حاجة عادي ما فيش اي مشكلة. كده بقى نعمل الحزام برضو. العصة اللي انا قصتها اللي انا كنت بشدها دي عشان القماشة دي عصة ما ما بشدها كده بتبقى بتسوي القماشة. يعني دلوقتي عشان كده نفها حتة علي وحطة واضح كده تساوت حتى نجي نشوف الحزام معناه وطلع المستقيم من غير ما النقيس ولا نقول اي حاجة. وكده الفيديو بتاعنا اعتبر خلص. لو في حد ماحتاج اي حاجة قبل ما اقفله يكلمني او بيبعثلي في التعلاقات. لو محتاج اي حاجة في التقفيل ولا حاجة او او اوضحها لكم. تصبح على خير وانتظريني في فيديو بتقفيل بإذن الله. باي باي.